اليوم نتروحين وائد افنتات في السعودية واليمارات في افنتات صار فيهم الغاء وصوى ضجة كبيرة من الناس الناس قاعدة عفتكت وقل كليش ما صار الافنت وصار كذا ودنا اليوم نوضح هذا الامر وشي اللي قاعد يحدث اليوم الافنت هذا يكون متجهز له من فترة كبيرة ففي تحضيرات الناس عارفة نحن يبقى واند راح تحضر هذا الافنت وكل الامور والضجة موجودة شي اللي يغير فجأة اليوم شيل هذا الافنت او لو هي تطلع هالضجة العلامية والناس صحيح طبعا المعارض او الافتتاحات اللي هنا نفس ما صار بالأفنيوز هذا تدخلوا فيها الامن والشرطة والبوديغاردية لان شفت الحضور كان شيء خيالي نساء رجال اطفال حار يمشي بنفس الشيء افتتاحها المعرض اللي انا افتتحتها سراي العطور افتتاحات معارض كثير ايضا في بوظبي في مصد قد في كل مكان لكن اللي صار الالغاء في درة الرياض كان حضور جماهيري رهيب او تيكتز انا للامانة عشان اكون صادقة خذيت فلوسي كاملة رغم الالغاء يعني التزام من الشركة المنتجة لكن يا حرام الناس يعني حتى في مقطع فيديو انتشر لبنت شفتوها اكيد اللي قالت فيه مدر بس كانت مع صباز قاعدة تتصرخ وقالت شنو قالت ذكروني اننا يعيين على شانها وشي تري يعني اي واننا خذيت فلوسنا وقصيتوا علينا وما انزلت انا كان يعني انا قلبي عورني بصراحة لان انا كان ودي التكي بهالجمهور اللي كبير بس قالوا لي يعني زحام كثير شباب وجمهور فمنعوني من النزول صحيح وعلاقاتك جدا قريبة من الشعب السعودي تحديدا السعوديات يعني يحبون تحب مختلف تماما جمهور السعودي اليوم انا اقول طبعا وليهنون كل جماهيري ديرتي الكويت اكيد والوطن العربي كله لكن الجمهور السعودي نعم هو احد صناع نجاحي جمهور السعودي حتى كنتوني في الافتتاح وكثير تجيني عروض من السعودية يقولولي السعوديين حليمة بولند بالنسبة لهم عشق لا ينتهي لا مانا ترى الجمهور السعودي ان حبك حبك من قلبه يعني خلاص ان يقولك كلمة حبك فعلا وفي عندهم اليوم موجود يعني عندهم الحب لهذا المشهورة لهذا الفنان لما يتعنى ويروح له ويقص تكت لا رايح يستمتع ان اليوم راح اقابل هالشخص او ان انا اسول فيها كلا رحت رح للتابوك ان كما اتغلت ما مرتها تابوك هذه بعيدة شوية شفت هذه الحفاوة شفت هذا يعني الناس ودها تشيلك بالارتشيل الله بس تعال يعني هذا فعلا لا حطه ورك صور في الجمهور الباجي بس جمهور السعودي الامانة يعني مضياف لدرجة ما تخيلها انا ما اتضح بالجمهور السعودي